ما زالت أزمة الجفاف تتفاقم يوماً بعد يوم في البلاد بعد عام 2003 أزمة ضربت المحافظات كلها ولسيما ديالا هذه المحافظة التي تعاني اليوم من أزمتي جفاف وتلوث في أهن واحد فأما الأزمة الأولى فتتمثل بقطع إيران لروافد الأنهار عن ديالا في وقت شهدت المحافظة مؤخراً خسارة مليون متر مكعب من مياه السيول والأمطار نتيجة غياب الحلول الحكومية بحسب مصادر حكومية حيث أعلن عضو مجلس ناحية مندليا السابق حيدر المندلاوي أن السيول المتدفقة من الحدود العراقية الإيرانية ذهبت هدراً دون أي استفادة متهماً الحكومة الحالية بالمسؤولية الكاملة لغياب دورها في الاستفادة من السيول الموسمية التي تصل كمياتها في بعض الأحيان إلى عشرات الملايين من الأمطار الأمر الذي أدى إلى شح حد في المياه وتعرض المثلث الأخضر الذي يمتد لمئات الآلاف من الدونمات بين مندلي وقزانيا وبلدروز إلى الجفاف وأما تلوث في المحافظة فيمثل الأزمة الثانية وذلك بعد أن تحولت المياه العضبة لنهر ديالا إلى بؤرة تلوث تهدد حياة المواطنين بسبب محطات الصرف الصحي التي باتت تصب فيه ليتحول النهر إلى مأساة بعد وصول نسبة التلوث فيه إلى مئة بالمئة وبحسب ناشطين من ديالا فأن المناطق التي يمر بها النهر ديالا أصبحت تعاني من ارتفاع في نسبة الإصابة بمرض الكوليرا من جراء تلوث المياه حيث تفشى هذا المرض بشكل كبير بين أطفال المحافظة في الآونة الأخيرة وبهذا أصبحت ديالا أمام أزمتي جفاف وتلوث تغيب عنهما الحلول الحكومية في وقت تشكو البلاد من عنز مائي بسبب قطع إيرانا لروافد المياه ورفض الأخيرة الجلوس مع العراق لمناقشة ملف المياه شكرا